موسيقى 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 السيدات والسادة أهلاً ومحباً بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلة والبداية كالعادة مع أبرز العنوين موسيقى هطول أمطار غزيرة على عدد من مديريات ساحل حضر موت وغرفة الإنصاد الجوية بحضر موت تنبه بأخذ الحيطة والحذرة الهلال الأحمر الإماراتي نظم المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية في 11 محافظة محررات المعهد العالي لتدريب وتاهيل المعلمين بساحل حضر موت يحتفي بتخرج 49 طالب وطالبة موسيقى كانت هذه أبرز العنوين وإليكم التفاصيل أهلاً بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم بمدينة سيئون اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالوادي والصحراء بحضور محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكرس الاجتماع لمناقشة احتياجات مديريات الوادي والصحراء من المشاريع والخدمات وأولوياتها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد خمسة مليار ريال المشاريع الخدمية والتنموية والتي تلبي احتياجات المواطنين في الفترة الراهنة وشدد الاجتماع على الاهتمام بالجانب الأمني والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار بما في ذلك ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وربط كل مديريات صحراء ووادي حضر موت بغرفة عمليات مشتركة وتشديد الرقابة على النقاط الأمنية كما التقى رئيس الوزراء مع وجهاء وأعيان محافظة حضر موت واستمع منهم إلى هموم أبناء حضر موت والمتطلبات العاجلة من الحكومة في الجانب الخدمي والتنموي وغيرها من الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين ناقش وكيل وزارة الداخلية لواركن الدكتور أحمد الموساي بمدينة سيئون مع مدير عام أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني سير عمل الأجهزة الأمنية وأبرز الاحتياجات اللازمة لتطوير النشاط الأمني وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة الداخلية حرص وزارة الداخلية الإطلاع على سير العمل الأمني والجهود التي تبذلها قيادة أمن الوادي والصحراء للمساهمة في تطوير الآتاء الأمني والشرطوي وتفقد وكيل وزارة الداخلية بمعية مدير عام الأمن وعدد من الضباط المرافق الأمنية والنقاط والدوريات المنتشرة التي تؤدي مهمها اليومية في مداخل وشوارع مدينة سيئون حاثن الأفراد على حسن التعامل مع المواطنين ورفع الحس الأمني واليقظة العالية وتعامل بحزم ضد كل من يزعزع الأمن والاستقرار هطلت أمطار غزيرة رعدية على بعض مديريات ساحل حضرموت سالت على إثرها الشعاب والوديانة التي أدت إلى انقطاع الطرق ورصد تحليل نظام الإنذار المبكر بغرفة الإرصاد الجوية بحضرموت تشكل سيول بمرتفعات المكلة وأريافها الداخلية وأصدرت غرفة الإرصاد نشر جوية صباح اليوم أشارت إلى احتمالية تشكل سحب ركامية رعدية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على مرتفعات وهضاب حضرموت الجنوبية ومرتفعات ساحل حضرموت وأريافها يصحبها تحرك سيول في بعض من الأودية والشعاب وأخذ الحيطة من سيول المنقولة من أودية داخلية تؤدي لقطع الطرقات وعدم المجازفة بعبورها هذا وأشارت غرفة الإرصاد بحضرموت في وقت سابق إلى تمركز أخدود منخفض جوي شرق شبه الجزيرة العربية مسببا حالة اضطراب جوية شديدة على مناطق واسعة من سنطنة عمان والإمارات أثرت بها مناطق عدة من هضبة حضرموت الشمالية بنشاط حزام السحب رعدية أدت لتدفق السيول زار المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العبيد مدير كرامة التميمي مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركزها نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في بداية الزيارة رحب رئيس المؤسسة محمد باشعيب العميد التميمي شاكرا له زيارته الذي تتزامن مع التحضير للمخيم الجراحي بالمؤسسة والذي يقيمه مركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجيدا بالجهود التي تبذلها إدارة الأمن في المخيمات التي تقام في المؤسسة هذا وقد طلع تميمي على الأعمال التي تقوم بها المؤسسة من عمليات قلب مفتوح وقسطر بأنواعها إضافة إلى صرف الأدوية للمرضى المحتاجين وأثناء طلاعه على أقسام المركز أشاد تميمي بمستوى تجهيزات المركز الموجودة فيه من أجهزة ومعدات طبية بحث لقاء عقد بمكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت عن الرؤى والأفكار للبرامج والفعاليات التي سيطلع بها مكتبي الثقافة والشباب والرياضة بأساحل خلال العام الجاري كما نقش اللقاء الذي ضم المدير العام لمكتب وزارة الثقافة خالد البحوم والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي إمكانية عقد شراكة بين المكتبين للاستفادة من الخبرات وتنبية القدرات التي يمتلكها الجانبان في مختلف المجالات وعبر المديران العمال للثقافة والشباب والرياضة عن سعادتهما بهذا اللقاء وما أثمر عنه من نتائج إيجابية في سبيل الارتقاء بالجانب الثقافي والرياضي بحضر موت ترأس مدير عام مديرية حجر المحام أنه الرشاد لاجتماعا باللجان الأهلية لمشروعية مياه الصدارة والجولة لمناقشة وطع إمكانية ضم المشاريع للمؤسسة المحلية للمياه بساحل حضر موت وفي اللقاء الذي حضره العبد بعود مدير مشروع مياه ميفع المكلف من قبل مدير عام المؤسسة العامة للمياه وصرف الصحي بساحل حضر موت أطلعت اللجان الأهلية لمشروع مياه الصدارة والجول الحاضرون على الأوضاع الإدارية والمالية والفنية للمشروع وعطى بعود شرحا وافيا عن الإجراءات المطلوبة اتخاذها وفقا وآلية عمل المؤسسة مؤكدا على حرص واهتمام ومتابعة إدارة المؤسسة على سرعة استكمال إجراءات ضم هذه المشاريع للمؤسسة بناء على ما تم الاتفاق عليه مع مدير عام حجر ضبط مركز شرطة ركوب مشتبه به في قضية سرقة بضائع تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال من سيارة ناقلة كانت متوقفة في إحدى أحياء منطقة بويش وذلك بعد أن تقدم مواطن ببلاغ يفيد فيه عن تعرض أغراض الشركة التي يعمل فيها لأسترق من سيارته حيث باشرت فرق البحث والتحري بالنزول إلى موقع الجريمة وضبطت المشتبه به في ضرف ثلاث ساعات تم إداعه الحجز وإرسال ملفه للنيابة العامة من جانبه أشهد مدير أمن مديرية المكلة العقيد عيسى العمودي بجهود قيادة وأفراد مركز شرطة ركوب مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية بأمن مديرية المكلة وعموم مراكزها ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين كرم رئيس الاتحاد العاملي طلبت جامعة حضر موت أحمد باجبير ومسؤول العلاقات العامة بالاتحاد عبد المجيد يهن قيادة الجامعة حيث تم تكريم رئيس جامعة حضر موت الأستاذ الدكتور محمد خنبش ونائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالله بابعير ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم العبثاني ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي الصبان والأمين العام للجامعة الأستاذ عبدالله عديد وتسليمهم درع تذكار لجهودهم في خدمة طلاب الجامعة في مختلف المجالات وتسهيل لهم كافة المعاملات والإجراءات معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة جامعة حضر موت على كل ما قدموه من تعم ورعاية واهتمام بالطلاب في جميع كليات الجامعة خلال الفترة الماضية وزع مركز الملك سلمان للإغافة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضر موت وتشمل المساعدات الغذائية على 22 طن و200 كيلو جرام من المواد الأساسية ويستفيد منها 1800 فرد وذلك ضمن مشروع توزيع 102 و170 سلة غذائية تستهدف عدد من المحافظات تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المرحلة الثارية من الأعراس الجماعية لـ 222 شاب وفتاة في 11 محافظة محررة خلال العام الجاري وتتكفل الهيئة بمستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية وكل من من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرة النوعية التي تأتي بتوجيهات من ولي عهد أبو ظبيا شيخ محمد بن زايد أهن نهيانا ونظمت هيئة الهلال الأحمر العرس الأول في محافظة سقطرة وأكد أبي العام الهلال الأحمر أن الهيئة أكملت ترتباتها لتنظيم الأعراس في الحديدة وعدن وخضرموت وتعس وأبيان والضالع ولحج والمكلة وشبوى والمخى وأرخبيل سقطرة مشيرا إلى أن الأعراس الجماعية تنفذ تباعا من شهر إبريل الجاري وحتى ديسمبر المقبل شهدت مدينة المكلة صباح اليوم الحفلة التوديعي للدفعة الحادية والعشرين من المعهد العالي لتدريب وتاهيل المعلمين بساحل حضرموت بحفل فني وخطابي وتكريمي لتسعة واربعين طالبا وطالبة من تخصصات الرياضيات واللغة العربية والعلوم من مختلف مديريات ساحل المحافظة وفي الحفل عبر وكيل المعهد العالي لتدريب وتاهيل المعلمين الأستاذ عبدالخالي الحديبان عن سعادته بتخرج هذه الدفعة من الطلاب والطالبات من معهد المعلمين بالمكلة مشيرا إلى أن خلال دراستهم في المعهد لعامين تلقوا العديد من المعارف والمهارات التربوية ليكون ميدان العمل هو العطاء لهم وتخلل الحفل على العديد من الكلمات والفقرات الفنية من قصائد شعرية ووصلاة غنائية وغيرها واختتم بتكريم الخرجين من الطلاب والطالبات وإدارة المعهد العالي للمعلمين ومدرسي بساحل حضرموت السيدات والسادة بهذا الخبر نصل أياكم إلى ختام هذه النشرة وهلكم تفجيرنا في أبرز مجاة فيها من أمبا مطول أمطار غزيرة على عدد من مديريات ساحل حضرموت وغرفة الإرصاد الجوية بحضرموت تنبه بأخذ الحيطة والحذرة الهلال الأحمر الإماراتي ينظم المرحلة الثانية من الأعراض الجماعية في 11 محافظة محررة المعهد العالي للتدريب وتأهيل المعلمين بساحل حضرموت يختفي بالتخرج 49 طالب وطالبة وبالتذكير بالعنوين المشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية حتى الملتقى دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر